يعطيكم العافية سادة في الحصص الماضي تعرفنا على مصادر المياه الاعتيادية يلي هي المياه الجوفية والمياه السطحية حكينا ان كلمة مصادر المياه الاعتيادية يعني المصادر اللي احنا متعودين نحصل من خلالها عن المياه ولكن ظهور المشكلات المائية في العالم جعلت السلطات المعنية تبحث عن مصادر جديدة للحصول على المياه لحل المشكلات الازمات المائية في العالم فلجأوا الى مصادر المياه غير الاعتيادية يلي هي بتتمثل بثلاث انواع رئيسية من المصادر المياه العادمة والمياه الرمادية والمياه المالحة بحصة اليوم رح نتعرف على المياه العادمة مصادرها مراحل معالجتها واستخداماتها من اين نحصل على المياه العادمة؟ المياه العادمة هي مياه الصرف الصحي يعني هي المياه الناتجة عن الاستعمالات المنزلية والصناعة والزراعة وتحتوي على ملوسات من مواد مختلفة من الاستخدامات المنزلية من الشطف الجريب استحمام المصانع المياه الناتجة عن المصانع طبعا تأكيد رح تكون مياه ملوثة فيها نسب من الملوثات ولكن الجهات المعنية بتأخذها وبتقوم بعدة عمليات معالجة بعدين بتستخدمها في استخدامات مختلفة هلأ رح نتعرف عليها المياه العادمة بتمر بثلاث مراحل معالجة رئيسية المرحلة الأولى معالجة فيزيائية المرحلة الثانية معالجة حيوية والمرحلة الثالثة معالجة كيميائية رح نبدأ الآن بالحديث عن المرحلة الأولى من معالجة المياه العادمة يلي هي المعالجة الفيزيائية بهاي المرحلة يتم فصل المواد ذات الكثافة العالية عن المياه طبعا هي مواد صلبة مثل الحصى، الرمل، الأتربة إذا في مواد عضوية، إذا في أوراق كرتون، أوراق شجر مثلا أي ملوثات صلبة كثافتها أعلى من كثافة المياه يتم فصلها عن المياه طبعا كيف يتم فصلها؟ يتم فصلها إما باستخدام الغربال، طبعا يكون الغربال حجم ضخم أو عن طريق أصلا إنه هي كثافتها أعلى من كثافة الماء فسوف تترسب ويحي تكون الماء في الأعلى فخلاص هيك أصلا نفصل بشكل ترقائي هلأ هاي المواد أو من هاي العملية بتنتج مادة اسمها الحمأة شو يعني الحمأة؟ هي بقايا مواد صلبة مترسبة بسبب طبعا اختلاف الكثافة ما بين هذه المواد وبين الماء إذن هاي الخطوة الأولى فصل المواد الصلبة ذات الكثافة العالية عن الماء أما الخطوة الثانية فتقشط في هذه المرحلة الزيوت والدهون طيب الزيوت والدهون تعالوا نفكر مع بعض وين بتكون متواجدة بالنسبة للماء بتكون على سطح الماء لأنه كثافتها أقال من كثافة الماء فسوف تطفق على سطح الماء فيتم من خلالها كشط الزيوت والدهون عن الماء إذن في هذه المرحلة أنا ماضفة إشي ماضفة مواد كيميائية ماضفة معاقمات إحنا فقط قمنا بفصل المواد ذات الكثافة العالية وقشط الزيوت والدهون أما في المرحلة الثانية فهي مرحلة المعالجة الحيوية يتم في هذه المرحلة استخدام بكتيريا استخدام بكتيريا يعني نوع خاص من البكتيريا يقوم بتحليل المواد العضوية إلى مكوناتها الرئيسية وترسيب ما تبقى منها إذن في هذه المرحلة يتم إضافة بعض أنواع البكتيريا إلى المياه لتحليل المواد العضوية إلى مكوناتها الأساسية وترسيب ما تبقى منها طبعا أنتم مستغربين كيف بدي أضيف بكتيريا إلى المياه هيك صارت ملوبة وإحنا لسه ما أنهينا مراحل المعالجة لسه في مرحلة المعالجة الكيميائية يلي هي تفصل فيها بعض العناصر الكيميائية خاصة العناصر السامة بتكون موجودة في المياه طبعا من خلال عمليات خاصة بتنفصل العناصر السامة وثم تعقيم المياه بإضافة الكلور أو الأوزون مثلا من أفضل المعاقمات استخدام مادة الأوزون أو الكلور طبعا فبالتالي هيك بتتم القضاء على أي جراثيم على أي ملوثات موجودة في هذه المياه إذن كمان مرة يا سادس مراحل معالجة المياه العادمة ثلاث مراحل المرحلة الفيزيائية بتنفيها فصل العناصر ذات الكثافة العالية عن المياه المعالج الحيوية يتم إضافة البكتيريا حتى تحلل المواد العضوية ومرحلة المعالجة الكيميائية بإضافة مادة الكلور وفصل العناصر الكيميائية السامة عن المياه وإضافة الكلور لتعقيم المياه أو ممكن مادة تانية الأوزون الآن رح تسألوا حالكم أنا وين باستخدم هذه المواد هذه المياه هل ما أقول أنه خلص أنا بعد ما علشت المي صارت صالحة للشرب لا سادس هي أكيد ما رح تصير صالحة للشرب وما رح أستخدمها للسباحة مثلا وما رح أستخدمها لري المزرعات المسمرة اللي إحلمنا كلها للبشر بيستخدمها لا هي وين بتستخدم؟ بتستخدم مثلا في المصانع تشغيل آلات المصانع إنتوا بتعرفوا بعض آلات المصانع بتحتاج للمي عشان التبريد تبريد الآلات في مثلا الحدائق ري الأشجار الحرجية يلي عشان مزرعها عشان تنقل جو فإذن هي تستخدم في عديد من الاستخدامات المهمة فأن هيك وفرت الماء يعني بدل ما أستخدم الآلات المصانع للأشجار الحرجية بدل ما أستخدم لها الماء الشرب وأستهلك كميات من مياه الشرب اللي نظيفة النقية لا خلص بعالج المياه وباستخدمها لإلها ولكن المياه العادمة المعالجة لا تستخدم للشرب ولا تستخدم للسباحة ولا حتى لري الأشجار المسمرة أتمنى تكون الأمور هيك واضحة نحن في يوم حكينا عن أول مصدر من مصادر المياه غير الاعتيادية في حصة المرة القادمة إن شاء الله رح نتابع عن المصادر الأخرى من مصادر المياه غير الاعتيادية يعطيكم العافية